علشان ارتب اولوياتي حنتعلم مصفوفة ايزنهاور ايزنهاور الرئيس الامريكي فكر في اسلوب بسيط جدا جدا يستخدمه كل يوم علشان يسهل عليه انه يحدد اولوياته لهذا اليوم واستخدم عاملين مهمين جدا جدا عامل الاهمية وعامل مدى الاستعجال هذا الامر هل هو مهم ولا مش مهم هذا الامر مستعجل ولا مش مستعجل واستخدم العاملين دول عشان يقيم كل عمل او كل مهمة على حدة ويقرر ازاي حيتصرف مع هذه المهام تعالوا نشوف الطريقة البريلينت بتاعة الرئيس ايزنهاور لو هذا الامر مهم وعاجل نفذه في ساعتها لو هذا الامر مهم لكن غير عاجل اجدوله اجدوله يعني ايه يعني احطه واحدد معاد له في التقويم بتاعي في الاجندة بتاعتي في الجدول اليومي او الجدول الشهري او الجدول الاسبوعي بتاعي لو هذا الامر مش مهم لكن عاجل اكلف به شخص اخر لو هذا الامر غير مهم وغير عاجل الغيم ازاي برضو نحدد ان ده اولوية واو مش اولوية الاولوية هو شيء بيخدم اهدافي هو شيء بيقع في ما يسمى منطقة العبقرية عبقريتي انا مهاراتي انا يعني ما اقدرش اديه لحد تاني ما اقدرش اكلف به شخص اخر بقى اولوية شخصية ليه الامور اللي بتخليني سعيد اللي بتضيف على حياتي سعادة ادي لها اولوية الانشطة اللي ليها تأثير عالي على جودة حياتي برضو ليها اولوية فرص التعلم والنمو الامور اللي بتزود مهاراتي اللي بتحسن قدراتي برضو اديها اولوية ايه بقى اللي مش اولوية اي حاجة بتستهلك وقتي وطقتي بعيدا عن تحقيق اهدافي اي امر ممكن افوض به شخص اخر يعمله بدالي الامور اللي لا تضيف سعادة او بهجة لحياتي واخر شيء بيحدد ان هذا الامر اولوية اولا هي ما يسمى بالانشطة منخفضة التأثير يعني امور او حاجات لو عملتها تأثيرها مش كبير ولا ملموس في جودة حياتي تعالوا بقى ناخد بعض الامثلة ونشوف ايه يعني ازاي هنطبق مصفوفة ايزنهاور عليها المثال اللي قدامنا ده في بعض الاعباء على سبيل المثال انا عندي اتناشر هدف كتبتهم لنفسي في اليوم ده ان فيه تسليم مخرجات لمشروع ان فيه ايميل مهم اني اوصل الاولاد المدرسة دي كلها امور مهمة وعاجلة او منفزها النهاردة ديدلاين لمشروع معين لازم انفزه لازم اسلم المخرجات المشروع فيه ايميل مهم جالي لازم ارد عليه دلوقتي اعمله دلوقتي لازم اوصل للاولاد المدرسة فيه معادل المدرسة ماينفعش اتأخر فيه يبقى لازم انفزها دلوقتي يبقى دولة تلات مهام الاولانية اللي هشتغل عليها وانفزها دلوقتي نيجي مثلا لبعض الامور اللي هجدولها لوقت لاحق اني اشتغل على مشروع بس مع التسليم ولسه شوية عليه او مجدول في التقويم الشهري بتاعي موعيد معينة اشتغل فيها على هذا المشروع اني امارس الرياضة ده شيء مهم اه بس مش عاجل لو ما عملتوش دلوقتي الدنيا مش هتخرب او مجدول في جدولي الشهري موعيد معينة اللي هلعب فيها رياضة اعداد الوجبات مثلا الطهي برضو اجدولها موعيد معينة اجدول فيها هذه المهام المهام دي مهمة لكن غير عاجلة في مهام مثلا ممكن اكلف بيها شخص اخر تنظيف المنزل مثلا ممكن اكلف بيه شخص اخر لو انا ما عنديش الاستطاعة يبقى هجدولها لاني ما اقدرش اكلف بيها شخص اخر لكن لو اقدر اكلف بيها شخص اخر هعملها مثلا شراء طلبات البيت ممكن اطلب من زوجي مثلا يشتري الطلبات ممكن اطلب من حارس العمارة يشتري لي الطلبات ممكن حتى دلوقتي بالتليفون ممكن نطلب الطلبات المذاكرة المذاكرة مثلا مع الاولاد دي امور ما اقدرش مثلا اعملها بنفسي او ما اكلف بيها شخص اخر في امور بقى لا هي مهمة ولا هي عاجلة دي اللي اقدر بسهولة اني الغيها علشان اكرس هذا الوقت والجهد للاعباء التانية اللي لازم انفزها في ساعتها زي السوشيال ميديا ما انا مش حسيب المشروع بتاعي المهم اللي انا لازم اشتغل عليه واعد اضيع الوقت في السوشيال ميديا مش حسيب مثلا ممارسة الرياضة اللي بتحسن حياتي واعد اتفرجع التليفزيون مش حسيب مثلا اني اوصل اولادي ل المدرسة واروح اعود على السوشيال ميديا مش حسيب المذكرة عشان امتحان مهم واعد العب فيديو جيمز دلوقتي فكروا بقى في بعض الامثلة اللي انا حديها لكم دي من واقع حياتكم وشوفوا انه الاحسن اني انا فزها في ساعتها ولا اجدولها لوقت اخر ولا اكلف بيها شخص تاني ولا الغيها خالص من حياتي في كل امور حياتنا نفكر لو ادينا نفسنا خمس دقايق كل يوم الصبح ان احنا نحدد اولوياتنا ونرتب ونرتب ونرتبها بالشكل ده ديفيد قال حاجة زريفة ديفيد الا احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو صاحب اسلوب getting things done او انجاز الاشياء قال يمكنك فعل اي شيء ولكن ليس كل شيء مش كل حاجة هنفكر فيها هقدر عملها ما عنديش وقت وطاقة وجهد وتركيز يغطي كل الحاجات اللي انا عايز اعملها عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نتعلم مهار التحديد الاولويات فيه كمان حاجة مهمة جدا جدا هي المراجعة الاسبوعية المراجعة الاسبوعية حسب ديفيد الان هي عامل النجاح الحاسم لتوافق التزاماتك بانشطتك اليومية فاكرين لما تكلمنا على تحويل الاهداف لعادات يومية مهم جدا جدا ان احنا في نهاية الاسبوع ادي لنفسي مثلا نص ساعة وراجع فيها الاسبوع اللي فات يا ترى انا مشيت على الجدول اللي انا حطيته لنفسي ولا لا يا ترى انا حققت الاهداف اللي انا حطيتها لنفسي ولا لا وبرضو اخطت للاسبوع القادم دلوقتي الكالندر الشهرية مديالي صورة عريضة للي انا عايز احققه في هذا الشهر كل اسبوع هشوف ايه اولوياتي للاسبوع ده ايه الحاجات المهمة اللي لازم اعملها فالتزاماتي واهدافي بتتوافق مع الامور اليومية اللي انا بعملها كل يوم فيبقى مهم جدا جدا ان احنا يكون عندنا الادوات اللي تسمح لنا بادارة وقتنا ومش كده وبس ادارة اولوياتنا ليه عشان احقق احقق توازن في حياتي هو ده هدفي الاسمة في الاخر اني احقق توازن في حياتي فيبقى عندي ادوات سواء ورقية او على التليفون اللي اقدر بيها اشوف الشهر بتاعي كله شكله ايه واقدر بيها اعمل المراجعة الاسبوعية اللي مهمة جدا جدا اشوف ايه اللي حصل في الاسبوع الماضي وخطط لالاسبوع القادم